اشتركوا في القناة امان الرحيم المشاهد الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عاطلات وامان النظرات وامان غير عاطلات في هذه الحلقة من برنامجكم دافورينا نريد ان نتحدث بشيء من التفصيل عما هو متوقع لمباراة الاهل المصري مستضيف هذه المباراة والمريخ السوداني ضيف هذه المباراة المباراة باذن الله ستلعب في يوم السبت القادم في تمام التاسع مساء وستلعب في ميدان السلام على ما اظن هناك اقتراح من النادي الاهلي انها تكون في استاذ القاهرة وفي حديث من كيروش بانه يمنع استخدام استاذ القاهرة ربما تلعب هذه المباراة في استاذ القاهرة كموقف نهائي لكن في النهاية هي يوم السبت الساعة التاسع مساء بتوقيت السودان الاهم من كده انه هذه المباراة هي اصلا كانت المفروض تكون المباراة الاولى لفريقين في المجموعة لكن ظروف ارتباط الاهلي بكأس العالم اجل هذه المباراة سنبدأ هنا بالفريق صاحب الارض اللي هو الاهلي وحنشوف التشكيل المتوقع واللعيبة اللي حينفزوا هذا التشكيل وايضا سنشوف نحن المريخ اللي هو الفريق الضيف كيف سيبدأ هذه المباراة وكيف سيتعامل معها باذن الله معظم شغلنا سيكون على الملعب هنا وبعد كده سيكون عندنا كلام خفيف بعيد عن الملعب طيب انا اتوقع ان يلعب الاهلي بالتشكيل 3 4 3 طيب الاهلي في مباراة الدورية الاخيرة ما لعب بالتشكيل لعب بالتشكيل 4 2 3 1 اللي هو المباراة بتاعت فارقه وعنده مباراة بكرة او بعد بكرة ربما يلعب اما بالتشكيل 3 4 3 او بالتشكيل 4 2 3 1 هو عايز يميز ما بين التشكيله وعنده غرض من القصة دي سنتكلم عنه طيب هو ليه عايز يلعب به 3 4 3 الراجل ده شاف المريخ بلعب مع الهلال وشاف المريخ بلعب مع مع سنداونز في سنداونز فوز لانا كانت المباراة الاولى المريخ لم يصر المريخ في شوطه الاول بشكل كويس لعب بشوطه الثاني بشكل احسن لكن شكله حماسي اكثر مما هو تكتيكي بعكس المريخ في مباراة الهلال في مباراة الهلال المريخ دخل بغرض الفوز في هذه المباراة ولعب بالتشكيل مختلف ولعب بمجموعة لعبين اساسيين اختلفوا وكمان لعب بنظام اللا استحواز واهم حاجة انه لعب بخمسة لعبين فيه لما نفقد الكورة لما نرغب يلعب بخمسة لعبين في نصف الملعب لذلك هو ما عايز يقع في نفس الخطأ الوقع فيه والهلال وللوقع فيه حتى سانداونز في الشوت التاني بانه يلعب في وسط الملعب بثلاثة لعبين وساط خمسة لعبين دي الفكرة الاساسية في انه ليه عايز يلعب اربعة طبعا لو لعب اربعة اتنين ثلاثة واحد برضو حيكون عنده نفس الغلبة لو حيكون عنده تقريبا خمسة في النصف ودي ما فيها مشكلة المهم انه ما يخلي الفارق في عدد اللعبين في المصف الملعب لصالح المريخ بغض النظر عنه المريخ هيكون كويس ولا ما هيكون كويس لكن الفكرة الاساسية انه هو ما يجعل ما يدي المريخ الفرصة للسيطرة على وسط الملعب طيب القصة دي بتخدمه كيف التشكيل بتاع ثلاثة اربعة ثلاثة بيخدموا ازاي بيخدموا بثلاث حاجات اساسية نمرا واحد اللاعب ده نمرا ثمانية ده اللي هو حمد فتحي اللاعب ده دايما بينزل ما بين قلبية الدفاع الاساسية اللي هم عبد المنعم محمد عبد المنعم وياسر طيب ياسر لغيت الان عنده اشكالية عنده شد عضلي يعني خلينا نقول انه في احتمال ما يلعب في حالة انه ما يلعب حيلعب بدل رامي فاول حاجة بعمل انه بيلعب بثلاثة هنا في نصهم في حمدي وحمدي زولفايتر وليه دايري نزل هو حمدي اللي هو بيلعب اصلا ارتكاز في مركز ستة ليه بينزلوا بيناتهم هنا عشان المنطقة خلفها دي فاضية والمنطقة خلف معلول فاضية وبالتالي هو عايز لاعب قريب هنا ولاعب قريب هنا عشان يقدر يحصل القصة دي اذا في واحد تجاوز هذه المنطقة يعني جاه مثلا توني في الحتة دي يطلع له على طول عبد المنعم بدون اي انزعاج بدون ما يحس بانه وراه فاضي لانه اوتوماتيكلي بيلقى انه المنطقة هنا دي سدد بواسطة حمدي فتحي وبيجي اليوديانك هنا برضو وبينزل السلية معاو وبعد كده بينزل الباك اللي هو تلعب فيه الكورة يبقى دي مهمة كمان المهمة التانية انه الباك لو الكورة تلعبت وراه ما بيرجع عشان يبقى يسك الراجل اللي هنا بيمشي يرجع يلعب في محل محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم بيطلع عشان يقابل الجناحة اللي هرب من خلف الباك بتاوي والعكس لو هنا مثلا لو هنا مثلا تلعبت الكورة مثلا للعجب كان العجب قدر يخرب هنا في المنطقة دي فبيطلع له طوالي ياسر او ربيعة اللاعب في يوم بيطلع له بدون ما ينزعج اللي يوديانك طوالي بينزل في المنطقة دي أه عفوا معلول بانزل في المنطقة هنا عشان يستخلف ياسرا اللي طلع وبالتالي ما مهمة عليه معلول انه يرجع مع العجب لغاية النهاية انو ما حيحصلون عشان يقصر المسافة هو ينزل هنا في مكان ربيعة ربيعة بيطلع برا عشان يقابل العجب إذا افترضنا ان الفورة مشت بهذه الطريقة طيب قدام هو عنده احتمالين هنا وهنا عنده احتمالين الاحتمال الأقوى يلعبه الأحمر اللي هو يلعب أحمد عبدالقادر بدلا من قفشة أو يلعب قفشة بدلا من عبدالقادر لكن اللي يلابس أحمر هو الأقوى واللي دائما هو اليوى السبق خاصة التشكيل ده ما ينفع كثير مع إمكانيات أفشة فبلعب أحمد عبدالقادر هنا يلعب طاهر ربما يبدأ بالشحاد لكن عادة هو ما يبدأ بالشحاد يلعب بلاعب فايتر ويقدر يرجع أيضا بسرعة ويهلك الباق بتاعه ويهلك أيضا المجموعة دي فبيلعب في الطرف اليمين بيطاهر بالأول وفي المهاجم الصريح عنده اثنين عنده نمرة عشرة اللي هو محمد الشريف وعنده نمرة تسعة اللي هو حسام حسن في الغالب يبدأ بالشريف طبعا هنا عليو ديانج ومعاه السلية وده المهمتهم هي ربط الملعب وربط المجموعات كلها وتوزيع اللعب وأن احنا ذكرنا نفس الفكرة دي في الهلال لما الأهل لعب مع الهلال يعني لو رجعت للحلقة دي هتلقى كيف الناس اللي بيتحركوا وكيف بيمشوا الطريقة بتحت الأهل واحدة طريقة التنفيذ بتعتمد على فاعلية النادي المنافس لأنه الأهل بينافس أولا بيضغط عليك من الأمام يعني الأهل ما بيلعب تحت الكورة تحت الكورة معناه يرجع لغاية محله أي ينتظرك أنت لغاية ما تجي داخل منطقته عادة الأهل ما بيلعب كده يعني عادة الأهل ما بيلعب كده الأهل بيهاجمك في منطقتك ما بيسمح لك بأن تبني كورة عشان كده تمشي عشان تمشي بقى انت لغاية الداب وده مسألة مهمة يجب الواحد يعرف موجودة كيف الواحد مهمين للتحليل ده في وجود أيمن يماني أنا ما عندي إيمان كبير بإسلام لكن علي حال ربما يكون هو الأفضل يماني بيقدر يحلل الموضوع بيقدمه لكلارك والجهاز الفني بشكل طيب فاعلية المريخ هي اللي هتحدد كيف سيلعب الأهل هل سيلعب المريخ بطريقة زي ما لعب مع الهلال يعني الهلال مثلا لعبت في مباراته مع الهلال كان لعب أربعة اللي هم من هنا توماس الكاميروني ده بيجي حمزة معاو منجد طبعا في البقون كارشوم وخميس بخير ديال الرباعي بتاع الدفاع وإذا لم يصاب منهم واحد ما مفتكري أنه حيكون في أي نوع من التغيير لأنه التغيير ذاته بيكون فيه مجازفة أزيد منها اللازم ما عندها معنا الحاجة الثانية إنه بلعب بخمسة في وسط الملعب في الطرفين خالص اللي هم الـ بيكون توني في الشمال وعلى العجب في اليمين الثلاثة الوسط بتكون من اتنين الحقيقة محورين اللي هم في الأساس الطيفور والصيني بالإضافة إلى وظيفة ربما يكون فيها تغيير في مباراة في مباراة الهلال اللعب في المنطقة دي السمان الصاوي اللي هو بلعب نمر عشرة ويتحرك في الجانبين يعني ما قاعد يلعب نمر عشرة في وسط الملعب وإن ما يقع العشرة ممكن يكون من ناحية اليمين وممكن يجي من ناحية الشمال يعني ممكن يكون جريب جدا من طاني وممكن يكون جريب من عند حرية بتاع الحركة ده إذا لعب السماني في احتمال ضعيف جدا إنه ما يلعب هو يخلوا للشوطة التاني السماني إلعب واحد من الحمر ذلك اللي هم إما ضياء الدين وبالتالي يكون هو دائري قوي الدفاع في الأول يشوف الأهل حيلعب كيف نانو المريخة التعادل كويس معه الأهل التعادل ما كويس معه المريخة الأهل التعادل مع الأهل كويس معه أو قد يلعب وجدي مش هندسة وجايز يلعب محمد الرشيد نانو محمد الرشيد كمان عنده قدرات بتاع التوزيع الليل فربما هذه الخانة يكون عندها عندهم فيها رأي هنا في الغالب الأعم كراس حربة حيلعب الجزولي وربما دفع ب بكر المدينة أنا رأيي إنه ده تصور فيه بعيد شوية لكن بحسب ما رجح من أخبار ربما تحدث فالمريخ دي طريقته في اللعب لأربعة خمسة واحد بتتحول لأربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة واحد أربعة واحد يعني بتتحول أثناء الهجوم إلى كده يعني المريخ ممكن تلقاه فجأة كده بهاجم بخمسة لعبي بيسوق إنه تحولت فجأة إلى أربعة واحد أربعة واحد أو بتتحول إلى أربعة اثنين ثلاثة واحد ده كله ممكن وارد يحصل في الأساس لكن المهم إنه المريخ عشان يطلع تعادل وزي ما لعب مع الحلال حيلعب مع الأهلي بأنه لازم يكون عنده دائماً خمسة لعبين في وسط الملعب إما عن طريق أربعة واحد أربعة واحد أو عن طريق أربعة خمسة واحد الصريحة أو عن طريق أربعة اثنين ثلاثة واحد لكن الأقرب أن يضعب المريخ بأربعة خمسة واحد دي الأقرب خاصة مع الحركة الجيدة لتوني توني ممكن يمشي يمين ممكن يمشي يسار إذا لعب السماني ممكن يكون من عشرة جيد حتى هذه اللحظة العجب ليس هو العجب الذي نعرف هو تأثر طبعاً بالإيقاف وبالمشكلة بتاعت الانتقال والهلال وبعدين كان النقوص في هذا العهد لكن على أي حالة التوقف الكثير أثر عليه ويحاول أن يستعيد نفسه لكن هو لاعب خبرة ولاعب عنده قدرة عجيبة جداً جداً وعنده مضرب جيد وعنده نظرة يعني لاعب لا يمكن أن تتناساوي يعني ما بتقدر يعني فدى التشكيل بتاع اللعب بتاع المريخ من الحاجات البنحذر منا أن المريخ يتعامل مع مباراة الأهل كما يتعامل مع مباراة الهلال الهلال والمريخ دي مباراة خاصة أو المريخ والهلال دي مباراة خاصة جداً مباراة بتاع الديربي ومباراة فيها تنافس بتاع لعبين أكثر من إنه فيها تكتيك بتاع مدربين ومباراة ما عندها حسابات لكن مباراة الأهل مع المريخ عندها حسابات يعني مش حسابات الربح والخسارة إنما حسابات كيف تلعب وكيف تنقل الكورة وكيف تمشي بها لقدام وكيف ترجع بالي ورا وتعمل شنو لما نحصل كده وتعمل شنو لما نحصل كده يعني كل هذه الأمور أنت من المهم جداً إنك تتبنى وتدركها عشان تقدر تقول والله إنت صح دي مسألة غاية في الأهمية لذلك بفتكر إنه يعني المريخ لا بد من أن يكون أول شي حصل له واستشفى من الفرحة الطاغية بتاعته إنه غالب الهلال ودي فرحة مستحقة ما حنقدر نقول على حاجة لكن كمان استهلاك التركيز في الاحتفاليات التركيز للغلب الهلال تبقى فيها إشكالية لأن هذا ما ستصحبك معها الأهلي داخل لا يوجد طريقة غير أغلبة الظروف خلطته خاصة بعد هزيمته الأخيرة مع سنداونس والكل لاحظ أن الأهلي كان فراسخ فضل من سنداونس وضعت له أكثر من ستة سبعة أهداف مؤكدة وهو طلطش في آخر القصة بيكون فإنت ممكن تعمل العملية لكن كيف إنك إنت تقعد تسعين دقيقة ما تستقبل هدف يعني دي مسألة غاية في الأهمية ومن الضرورة جدا جدا التعامل معه المرة ثانية الأوبرثينكينغ ما مطلوب بمعنى أنا مطلوب علي أن أدرس الأهلي جيداً وأن أدرس معظم أو كل الإحتمالات التي ممكن أن يتعامل بها بيتسو ماني لأنه في رأيي بيتسو هو المهم لعبة الأهلي الموجودين الآن ممتازين جداً ممتازين خالص لكن ما بيقيمة جيل أبو تريكا من ناحية فنية الخطير حقيقة هذا المتسماني لأنه ممكن يعني كل الكلام اللي نقوله إحنا ده فيه يكون حاجة والذي يفكر فيه حاجة ثانية برضو من الحاجات المحتملة جداً وطبق الأهلي في مباراته مع فارق إنه الأهلي حيدخل لحسم المباراة في أول ربع ساعة يعني أول ربع ساعة ينتهد صفر صفر وبعد كده المباراة مجد في صارح المريخ أو جايز تنتهي طلاطة صفر والقصة دي ما بعيدة الأهلي عملها مع الزمالك وعملها مع فارق الأخير ذا وعملها مع الهلال السعودي يعني ما حاجة غريبة لو حصلت يعني يعني ليس شيئاً نقعد نفكر فيه إنه المريخ ما بيضغلب ثلاثة ولا المريخ ما ممكن ولا يتقاي لنا زي الهلال ما كده الشغلة دي يا الشوب الربع ساعة الأولى متسمان فكرة الأساسية أصلاً الجاي بيها والبيلعب بيها في جنوب أفريقيا الأول تلت ساعة وآخر تلت ساعة فإذا هو حسمك في أول تلت ساعة تعني ما بتحصله وبعدها الأهلي غير بغي ثلاثة يام لو وصل جافي قونين في أول ربع ساعة أو ثلاثة شهدته تكون مفتوحة سيظل يتعبك المباراة كلها يعني ما هيجيف مزعي يعني فالحل إنك تتلعب ضد الوقت يعني لازم تتحلل من المباراة بعد مرور نصف ساعة منها بمعنى إنه بعد كده الأهلي يكون ما بلعب ضد المريخ يكون بلعب ضد الوقت بتاع المباراة إذا كدرت تعمل العملية دي مع الظروف بتاعة الأهلي وهزيمته في مع سانداونز في عقر داري بتسمح ليك إنك أنت تستخدم هذا الجانب النفسي وإنك تضغط على الأهلي شوية شوية وربما تغطف المباراة في نهايتها يعني المريخ ربما ما يلقى الفرصة إنه يجيب قون ربما يلقى طبعاً ربما طبعاً ما يتاهمي تسعين دقيقة لكن أنا بتكلم على الافتراضات ما قبل المباراة الأهلي لن يتح ليك الفرصة اللي عملتها في الهلال إنك إتت تجيب ليك قون في أول خمسة دقائق ما حيتيح لك ربما بعدها ممكن تجيبها لأنه ممكن ولا إنت لاعب من الأهلي يرجع القون القون يكون فعضاً يجيب قون ده ما القصة نحن ماذا دارين الحاجة الفائدة نحن دارين نشوف طيب أفرد الأهلي النجاح في أن يمنع المريخ في أول ربما يجيب قون هل الأهلي سيجيب قون؟ الأهلي لو جاب قون سيبغى خطير أنت لازم الفكرة الأساسية أنه لا يلعب الأهلي ضدك أن يلعب الأهلي ضد الوقت لو الأهلي اللعب ضدك حي غلبك لو الأهلي اللعب ضد الوقت تكون عندك أنت فرصة للتعادل وتكون أنت عندك فرصة لأن تخطف المباركة كما حصل مع سانداونس سانداونس عملت شنو؟ الأهلي هو اللي ماسك الكورة الأهلي هو اللي بلعب بشكل أفضل الأهلي هو اللي كان بهاجم وفي النهاية خطفوا بيقوم في آخر عجرة دقائق السيناريو ده يمكن أن يتكرر مع المريخ لكن الإشكال أنه سانداونس استفاد من المفاجأة من أنه هو أول من فعل ذلك فيبقى الأهلي دلوقتي لا يديك فرصة لكي تفاجأ لكن الفكرة الأساسية لابد أن يلعب الأهلي ضد الوقت ما يلعب الأهلي ضد المريخ طول ما الأهلي لاعب ضد المريخ الأهلي أقرب إلى أن ينتصر طول ما المريخ نجح في أن يحول الأهلي يلعب ضد الوقت كل ما كانت المباراة أقرب للمريخ وأقرب حتى من أنه يختفى الثلاثة نقاط يعني الكلام ده يجب أن يكون واضح جدا جدا وبالتوفيق للمريخ وللقرة السودانية وإن شاء الله نفرح جميعنا في ليلة السبت كل يفرح كما يهوى ويستطيع المريخ أن ينال ما يرضى في كل الأحوال حظ أوفر للفريقين الأهلي برضو إذا غلب ليس غريبا وليست هي نهاية الدنيا وما غريب يعني هذا ما مفاجأة الأهلي لو غلب ما هي مفاجأة الأهلي الفريق الأول غول أفريغيا هو اللي زي مقول المصريين بنوع مفريغي من العصر فهي كده يعني مع الكورة كده أصلا أنت الآن لديك فرصة لأن تسجل للتاريخ انتصار على الأهلي وهو في عزه يعني فإذا استطعت فلا بأس فإن لم تستطع فلك عجر المجتيد وليس غريبا أصلا أن الأهلي غلب المريخ يعني ما غريبا أصلا مش المريخي فريق يعني الأهلي فيه ممكن غلب أي فريق حتى سانداونز اللي غلبه ده بكرة ده لو لعب مع الأهلي ممكن غلبه فليس ما فيه جديد في القصة دي ده ما جديد ولا ده ابتكار ولا هي معرفة لأشياء الناس ما بتعرف تحياتي وإلى لقاء وبالتوفيق للكرة السودانية وبالتوفيق أيضا للكرة المصفية تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله